بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الابطال وتستمر افراحنا تستمر افراح كل الاهلوية بالكأس 12 او كأس رقم 12 في بطولة افريقيا كاكثر نادي في نادي الاهلي حصولا في افريقيا حصولا على هذا الكأس الحقيقة افراحنا مستمرة يعني عايز اقول انه انه ساعات انت ممكن تحقق النجاح وساعات تحقق النجاح بتفوق فالتفوق بيبقى ساعاتك بيه اكتر يعني مثلا ندي مثل ممكن يعني واحد ينجح بـ 80% ممكن واحد ينجح بـ 95% النهاردة النادي الاهلي في اربع او خمس سنوات اللي فاتوا خليه يتكلم عن خمس سنوات خليه يتكلم عن ثمان سنوات اللي فاتوا النادي الاهلي في افريقيا متفوق وباقتدار النهاردة فوزك النهاردة مش جاي نتيجة تعثر او فوز بالصدفة لا انت النهاردة في خمس سنوات بتحصل على رقب اربع مرات انت النهاردة 22 مبارا ما بتخسرش ورا بعض فالفرحة ممزوجة بالتفوق يعني ممزوجة بالتميز فجمهير النادي الاهلي فهم جمهير النادي الاهلي عرفة الفرحة معناها ايه يمكن انا اتصور ان في تاريخ النادي الاهلي كله ما كانش فيه تفوق افريقيا بالشكل ده في حقبة من الزمن يعني نقول سبع تمن سنوات بالشكل ده بشكل مرعب ده يعني كان دائما نادي الاهلي اه متواجد افريقيا ومقوة واكتر الاندي يحصون على الكأس ولكن التفوق والتواهج واللمعان ده ما حصلش غير في الجيل ده يمكن والحقيقة احنا محظوظين كمهور النادي الاهلي احنا بنعاصر الفترة دي الفترة اللي فيها النادي الاهلي الحقيقة يعني افريقيا بيلمع وخليني دائما انا راجل برضو العاب اخرى تميزك وتفوقك مش بس في كرة القدم النهاردة انت السنة اللي فاتت 3 فرق من فرقك بتلعب بطولة عالم يعني كرة القدم لعبة بطولة عالم كرة اليد لعبة بطولة عالم كرة السلة لعبة بطولة عالم فالنهاردة انت عندك التفوق افريقيا مش بس في كرة القدم والسنة دي عندنا 3 بطولة عالم كرة اليد وكرة الطائرة وايضا كرة القدم كنا اتمنى كرة السلة تروح ولكن ما فيش مشكلة طول ما في العمر بقية طول ما ان شاء الله النادي الاهلي هيحاول فالنهاردة انت عندك تفوق وتواهج افريقيا وعالميا بشكل غير مسبوك فالنهاردة الفرحة الفرحة مش بس بالكأس الفرحة مش بس ان انت حصلت على الكأس وسط جمهورك وسط ألاف وملايين برا الملعب وألاف جوال ملعب لا انت النهاردة التميز والتفوق اللي بيتمتع به النادي الأهلي النهاردة اللي لحظوا او بيلحظوا جمهور النادي الأهلي وكل انا عايز اقول لكم كل افريقيا يعني خلينا نشوف العكس يعني دايما انا حب لما اشوف الرؤية صح اطلع برا الصورة خالص شوف جماهير أفريقيا كلها وتبص لك ازاي يعني اطلع برا الصورة كده روح مثلا بلد زي مثلا جلو أفريقيا روح بلد زي أنجولا روح بلد زي اي بلد أفريقيا اي بلد عربية شقيقة في أفريقيا تونس الجزائر المغرب بص على النادي الأهلي النهاردة هو بيعمل إنجاز ده هتقول ايه هتقول ايه النادي ده النادي ده لا يقهر النادي ده هتلاقي نفسك بتقول ايه نفسك بتقول او يعني حاسس بالقيمة الكبيرة لنادي الأهلي أنت عشان تحس أنت في يعني دايما بالنعمة اللي أنت فيها دايما بص من بر بص من بر عشان تعرف النعمة اللي أنت فيها شكلها ايه فالنهاردة الحقيقة الأفرح هتفضل مستمرة وتصور إن احنا هنفضل يعني في الأفرح دي فترة لأن الحقيقة يعني عصر غير مسبوك وخلينا أقول إنه إحنا لازم نشكر كل اللي وصلوا الفرقة لكده وكل اللي وصل النادي لكده مش الفرقة بس إحنا بنتكلم على الععاب كلها النهاردة الععاب كلها في حالة جميلة جدا حتى النادي أو الفرقة اللي ما بتوفقش زفري كورتسالة بيلعب فينالز في رواندا وبيطلع بشرف آه يعني ما كنا نتمنى أحسن من كده بس انت طالق النهاردة من الفاينالز يعني وحامل لقب البطولة السنة اللي فاتت فالنهاردة أنت حتى يوم ما بتخسر بتخسر بشرف خلينا نشكر مجلس الإدارة بالكامل طبعا بقادة الكابتن محمود الخطيب والراحل طبعا العامري فاروق ربنا يرحمه يعني وسكنه فسيح جناته كل من ساهم وشارك في اللي وصله النادي الأهلي والفخر اللي احنا فيه دلوقتي ده لازم نشكر لازم نشكر فريق كورة القدم لازم نشكر جمهور النادي الأهلي العظيم اللي بيساند النادي وهو الحقيقة دايما بيكون درعه ودايما بيكون السابورت والكبري اللي بيعد عليه النادي الأهلي كل المصاعب هو الجمهور النادي الأهلي دايما بتلاقي مطباط وبتلاقي مشاكل ولكن جمهور النادي الأهلي هو اللي بيعد بالنادي الى بر الأمان بدعمه وتشجيعه ومش دعمه بس للنادي ودعمه لكل فرض في المنظومة فالحقيقة أنا سعيد النهاردة جدا ان الكأس معايا على الترابيزة النهاردة سعيد جدا ان الكأس ده يعني 22 مباراة مخسر نهاش يعني اخر 7-8 سنين تفوق رهيب اخر 5 سنين انت واخد اللقب 4 مرات يعني اصدق لكم ان الكأس ده جي بعد عرق وجهد كبير جدا